اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن التي من دونها لا ترتقي اي مصلحة او اعتبارات اخرى داعيا سموه الى تكريس الجهود نحو النماء والتطور والعمل لصالح الوطن ويسود دائما التكاتف والتعاون بين الجميع لتحقيق الاهداف المنشودة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من افراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة حيث بحث سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي والجهود التي توالي الحكومة بذلها من اجل توفير البيئة الموائمة والمستقرة للمواطن التي تتوافر فيها الطمأنينة وافضل الخدمات وبما يحقق التوجهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في هذا الجانب وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العمل الوطني المخلص هو الذي يتجرد من الانحياز إلى الذات وينصب في التفكير في خير وصالح الجميع وشدد سموه أن الإرهاب اليوم لا يقتصر على تدمير المجتمعات بالأسلحة وغيرها بل حتى إشاعة الفرقة والتشتت بين أفراد المجتمع إذ أنها تحقق ذات الهدف فهي إرهاب وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على ما يتمتع به المجتمع البحريني من تماسك ووحدة وترابط فهي زادنا للمستقبل وضمانة لحاضر مزدهر ينعم فيه الجميع بالأمن والطمأنينة وشدد سموه على ضرورة الحفاظ على القيم الأصيلة التي يتمتع بها الإنسان البحريني والتي توارثها جيلا بعد جيل ويتم التمسك بهذه القيم التي تشكل سياجا قويا يعزز من الوحدة الوطنية ويزيد التماسك المجتمعي قوة وصلابة واستذكر سموه في هذا الصدد عطاءات أبناء البحرين الأوائل من الرجال والنساء الذين تركوا بأفعالهم وإنجازاتهم موروثا وطنيا سيظل خالدا في الذاكرة البحرينية ويقدم للأجيال القادمة دروسا في معنى حب الوطن والتفاني من أجله وشد سموه بغرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها أحدى المؤسسات العريقة التي كان ولا يزال لها دور هام في الارتقاء بالحركات التجارية ودعم جهود النمو الاقتصادي في المملكة وعرب سموه عن تمنياته للغرفة والمنتسبين لها بالتوفيق في انتخابات مجلس الإدارة القادمة وأن تجري الانتخابات في أجواء حضارية تعبر عن مدى عراقة الغرفة وتاريخها الطويل